السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وما زلنا معكم في كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين اليوم مع تفسير مضامين سورة قرآنية صغيرة الحجم لكنها عظيمة المعنى وهي صورة الماعون التي نزلت في اوائل الدعوة الاسلامية ما زلنا ايها الاحباب الكرام في اوائل الدعوة الاسلامية لا زال الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء ما زلنا في مراحل مكة المكرمة والمسلمون مستضعفون والنبي الكريم يؤمر بالصبر ويحث على الدعوة وان يعمق معاني الايمان في القلوب يذكر بالبعث ويذكر بالنشور ويذكر بقصص الانبياء ويذكر بالجنة والنار ويربي الامة على الايمان في هذا السياق نزلت هذه الصورة ورقمها في الترتيب تمانية عشر ذكرنا الصور تنزل اتباعا من العلق الى القلم الى المدثر الى المزمل الان وصلنا الى التامن عشر الصورة صورة المعون يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون هذه الصورة سمى صورة المعون يمنعون المعون سمها ربنا عز وجل صورة المعون والمعون هو بالدرجة المعن الادوات والوسائل المنزلية والتي يحتاجها الناس فيما بينهم وتسمى صورة الدين لانها جاء في مقطعها الاول ارأيت الذي يكذب بالدين لان تبين حقيقة الدين ليس عبارة عن طقوس ولا عن مظاهر وانما عن سلوك وعن ترجم ذلك لتصرفات عملية في المجتمع وتسمى ايضا بصورة اليتيم لان فيها حث من الله تعالى لرعاية الايتام هذه الصورة المباركة رعم قصر ايتها سبع ايات قصيرة لكن مضمونها عظيم وعظيم جدا جاءت لكي تحقق في معنى الايمان ليس هو تلك المظاهر ولا التقوس التي قد يظنها الناس عبارة عن صلاة وعبارة عن صيام ودهب للمساجد ودهب للحج والعمرة ولكن هناك سلوكات خاصة لابد ان يمتاز بها الانسان ليسمى متدينا فكم من متدين ربما بالظاهر ولكن المعنى والعمق قد يكون غير ذلك وسبب نزول هذه الصورة المباركة ان المسلمين كانوا ضعفاء ومستضعفين وفقراء ويعيش بينهم الكثير من الايتام ومن المساكين ومن المحتاجين وبالمقابل كان المجتمع فيه اناس من غير المسلمين كانوا اثرياء كانوا من اصحاب الاموال واصحاب النفود وكانوا يتباهون باموالهم ونفودهم ويعقدون تجمعات وتظاهرات ويعرضون على يستدعون الناس للحضور هذه التظاهرة من بعيد يستدعون اناس من بعيد ويضمنون لهم المركب والمسكن والماكل للتظاهر لكي يظهروا بانهم قرماء وانهم فيهم العطاء ويروى منهم كان كان العاص بن وائل وكان ابو سفيان وغيرهم كانوا ينحرون كل اسبوع ناقتين كل واحد منهم يذبح ناقتين ويجمع الناس ويتظاهر بالفخر وبالكرم وبالجود فجاء يتيم صغير عند ابو سفيان قهره الجوع فقال اريد لقمة اشد بها جوعتي فاذا بابو سفيان يركله ركلة امام الناس والناس لم ينتبه لم ينتبه بان هذا الرجل الجاهلي هذا الرجل القوي صاحب النفوذ والمال قد ركل ودفع هذا اليتيم والناس كلهم في التصفيق والتطبيل وفي الغناء والطرب والاكل والشرب واليتيم هناك يبكي واليتيم هناك يشعر بانه مشرد ولا احد يحميه ولا احد يفقه لحاله ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات رأى هذا المشهد فانزل هذه السورة المباركة ارأيت الذي يكذب بالدين ارأيت ارأيت فيها استفهام وكأن الله تعالى يشوقنا للتعجب لكم ان تتعجبوا اي والخلق ارأيت يا محمد والخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن وموجه لامة سيدنا محمد قاطبة اي خطاب موجه لسيدنا الرسول هو بالاساس موجه لكل الامة لان سيدنا النبي هو القدوة وهو الاسوة وكأن الله تعالى يقول له يا محمد انظر لم ترى انت ولا اصحابك وانا قد رأيت من فوق سبع سماوات ارأيت الذي يكذب بالدين هذا الشخص انه يكذب بالدين انه ينكر وجود دين وينكر وجود اله ووجود رسل وانبياء وكتب وتعاليم وينكر ان هناك بعث ونشور وجنة والنار يعتبر كل هذه المعطيات خرافات واساطير الاولين بعض الناس في عصرنا هذا يزعمون ان عندهم فكر حدثي وانهم جاءوا بالجديد كلا هذا فكر قديم قبل خمسة عشر قرنا من الزمن كان ابو لغب وابو سفيان وغيرهم ابو جهل وغيرهم يعتقدون نفس الاعتقاد ينكرون الاديان ويطالبون بالحياة طولا وعرضا ارأيت الذي يكذب بالدين من هو الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الناس كانوا يظنون بان الذي يكذب بالدين هو الذي لا يقرأ القرآن ويهجره هو الذي لا يصوم هو الذي لا يزكي هو الذي لا يعتقد بالانبياء والمرسلين جاء القرآن الكريم في هذه الصورة ليؤكد بان هناك اشياء اخرى بسيطة قد تطعن في تدين الانسان ارأيت الذي يكذب بالدين من هو الجواب فذلك الذي يدعو اليتيم انه الذي لا يحمي اليتيم يدعو اليتيم ان يدفعه بعنف اي انه لا يستقبل بامتسامة ولا بلطف ولا برفق وانما يهجره واذا كلمه قال له كلاما جارحا ودفعه دفعا انتم ما اكثرتوا ثم اوليتوا في كل مكان متسولون والتسول لابد ان نقضي عليه والكل يتحدث وكأن الرزق بيديه والرزق بيد الرزاق سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم من هو اليتيم؟ اليتيم هو كل طفل لم يبلغ الحلم فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بان اليتيم اذا احتلم لم يصر يتيما والجارية اذا حاضت لم تصر يتيمة فالمقصود باليتيم الذي بلغ الرشد وابتلوا اليتيم حتى اذا انستم من الرشد فادفعوا اليهم اموالهم ادفعوا اليهم اموالهم بعد ان يبلغوا مبلغ النكاح فاليتيم هو الطفل الصغير الذي مات امه وابوه او احد والديه وهو فقير ويحتاج الى عناية ورعاية فالذين لا يهتمون بالايتام فهم من المكذبين بالدين حتى ولو صلى ولو صم اذا كان لا يعتني باليتيم ثم قال ولا يحض على طعام المسكين ينتقل من اليتيم الى المسكين وهذا شرائح في المجتمع المساكين الضعفاء المحتاجين لا يحض على طعام المسكين لا يحض نفسهم ولا يحض غيره ويقول هؤلاء المساكين لا بد ان نجمعهم في منطقة ونسيجها بالسياج ونحبسهم كما فعل هتلر ايام زمان فكان يحرق ويعذب كل من لم يكن قوي لانه الجنس الاري لا بد ان يكون قويا ولا بد ان يكون شهما فاذا كان فيه ضعف او مرض او سقم يتخلصوا منه وفي بعض المجتمعات عندهم ميز طبقي طبقة الاغنياء وطبقة الفقراء وطبقة المسكين فانهم يعتبرونهم سبا ويرفضون ان تعايشوا معهم ولا ان يجارسونهم بل اكثر من هذا بل يأمرون بعدم العناية بهم ولا يحض على طعام المسكين المسكين من هو المسكين ليس هو الفقير المتسول لا المسكين قد يكون موظف يكون مستخدم يكون عامل ولكن اجرته ضعيفة جدا وهو غير متسول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده التمر ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين من لا يجد غنا يغنيه فيفطن له فيتصدق عليه المسكين هو فقير لكنه لا يتسول واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر المقصود ان هؤلاء عمال في البحار عندهم اسطول بحري لكنهم مساكين مجرد مستخدمين اجرتهم حد سميك فيطر الانعاش الوطني يبقوا دائما اجر ضعيفة فكيف لهم ان ينفقوا على اهليهم وعندويهم فربنا عز وجل يقول كل من لم يهتم بالفقير وكل من لم يهتم بالمسكين فهؤلاء مطعون في دينهم ارأيت الذي يكذب بالدين وكأنهم كذبوا باصول الدين قد يكون الانسان ملتح ويلبس جلبابا وقد تكون المرأة محتجبة وتحمل قرآنا ولكن اذا لم يكن الانسان يعتني بالايتام وبالمساكين او على الاقل يعطف عليهم ويقول لهم كلمة طيبة رقيقة فهذا كالذي يكذب بالدين الى ان قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ينتقل من هؤلاء الذين لا يتعاملون مع الفقراء والمسكين بالاحسان ينتقل مباشرة الى الذين يكذبون بالدين انهم لا يصلون فويل للمصلين من هم هؤلاء المصلون الذين هم عن صلاتهم سهون الانسان يسهى عن صلاته لم يقل ربنا عز وجل الذين هم في صلاتهم سهون وانما قال عن صلاتهم سهون لو قال ربنا عز وجل في صلاتهم سنكون كلنا آثمون لأن كلنا نسى في الصلاة حتى سيدنا النبي نسى في الصلاة وسهى وقر لنا الله وشرع لنا سجود السهو فكذلك الذي يسهى عن صلاته فرق بين ان تنسى في صلاتك في فرق كبير الذي ينسى في صلاته هذا عنده ضعف في الاجر والتواب وقد كان النبي الكريم يقول ان الرجل لا ينصرف عن صلاتهم ولم يحصل لا تسعها الا تمنها الا سبعها الا سدسها الا خمسها الا ربعها الا ثلثها الا نصفها الناس يصليوا جماعة ولكن الاجر مختلف بحسب النية وبحسب الخشوع فقال ربنا الذين هم عن صلاتهم ساهون اي انهم يأتي وقت الصلاة وليصلون في الوقت دائما يؤخرون الصلاة بعد الوقت وهذا حرام كالذي يؤخر رمضان عن وقته هل يعقل ان نؤخر رمضان لشهر اخر لا يعقل هل يمكن ان نؤخر موسم الحج الى وقت اخر لا يقبل كذلك الصلاة ينبغي ان تصلى في وقتها ولا يجوز ان يؤخرها الا لناس او نائم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاتم في ترك الصلاة في وقتها الى الاثنين النائم والناسي حتى المريض لا حجة له لان المريض يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعل جنت يصلي بعينيه ويتيمم فلابد ان يؤدي الصلاة في وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يرؤون يعني كلما قاموا بعمل صالح انما هو رياء فالذي قد تصدق على اليتيم وقد يعطي للمسكين ولكن كل ذلك رياء وحبا في السمعة فهذا كل عمله باطل مثله تماما كالذي يكذب بالدين فالرياء هو عكس الاخلاص يقوم باعمال حسنة ويقوم بمبادرات طيبة ولكن ليس لوجه الله تعالى بل ليقال بانه جواد وكريم وقد جاء في الحديث ان نار جهنم لتستعيد من واد في النار اربعمائة مرة في اليوم واد خصصه الله تعالى في النار قيل لمن يرسل الله قال لحامل كتاب الله يقرأه وهو يرأي ولمنفق ومتصدق على الفقراء والمساقين وهو يرأي ولحاج او معتمر يحج ويعتمر وهو يرأي ولمجاهد في سبيل الله يجاهد وهو يرأي ذكر هؤلاء الاربع اللي هم في القمة الحامل لكتاب الله والمحسن المتصدق بالمال والحاج والمعتمر والمجاهد إذا لم يكن ذلك لوجه الله فهو باطل وربنا عز وجل كان يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من ترك عملا وأشرق في غيري تركته وعمله فالشرك محرم والرياء من الشرك وكأنه تكذيب بالدين إلى أن يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون يمنعون المعون يعني المساعدة المعون كان أيام زمان كفي بين الجيران مثلا امرأة تريد مثلا تريد تريد بعض الوسائل للطبخ تريد مثلا طنجرة تريد طبقا تريد أي شيء شيء من التوابل شيء من التوم لا بأس نعطيه بعضنا لبعض والرجل يحتاج إلى فأس يحتاج إلى مطرقة المعون والمقصود كل وسائل المعون أي واحد طلب منك معاونة مساعدة وعندك يأخذها يقضي بحاجته ثم يردها إليك فلا تمنع لأن الذي يمنع يكون كالذي يمنع رحمة الله بين الخلق فالمفروض أن يكون هناك تعاون بين الخلق أجمعين هذه الصورة المباركة صورة المعون أراد ربنا عز وجل أن يصحح بعض المفاهيم وأن التدين لا يكون فقط بالتقوس لا يكون بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير من الأعمال رغم أنها أركان وواجبات ولكن أراد ربنا أن يقول بأن السلوك والعمل الاجتماعي وأثر ذلك في المجتمع هو الدليل على قوة التدين هذه الصورة لما نزلت الكثير من الصحابة بدأ يحاسب نفسه ويشكك في أمر دينه يقول لعل هذه الصورة تتحدث عني لعل هذه الصورة ربنا عز وجل يخاطبني بها شخصيا أرأيت الذي يكذب بالدين هم يعتقدون بأن الدين حق وأن الإسلام حق وأن البعت حق والنشور حق ولكن نظرا لسلوكهم هل يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما وأسيرا هل يعطون للمساكين والضعفاء هل يرحمون الأيتام هل يرحمون المحتاجين هل يرحمون المنكسرين أما أن كل إنسان يقول نفسي نفسي ويحب المال حبا جما ويحب أن يكتنز الأموال ويحب أن ينعم بملدة الحياة ولا ينظر للفقراء والمساكين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الصورة كان الواحد منهم يبتعد بعيدا ويبدأ يبكي يقول لعلني أنا منهم من هؤلاء الذين يكذبون بالدين لطالما مر بجانبي يتيم وكان يوم عيد وليتيب محتاج إلى لباس وإلى طعام وإلى عناية ولم أهتم به لطالما كان بجانبي مسكين محتاج إلى دواء محتاج إلى من يقدم له يد المساعدة في شؤون الحياة الصعبة ولم ألتفت به ومررت بالسيارة الفارهة أمامه ولم أعبأ به لعلي لعلي فكان الصحابة رضي الله عنهم يبكون كثيرا وكان التابعون كلما مروا على غاده السورة يقرؤونها فيخافون كثيرا وكل من قرأها بصدق يبكي بكاء عميقا من أعمق قلبه دون أن تدرف دموعه كان قلبه ينزف بالدم يروى أن الإمام الجنيد رضي الله عنه والإمام الجنيد هو من التابعين الصالحين قال كنت أقرأ القرآن فمرت على هذه الآية ربنا فيها يخاطب المؤمنين يخاطب أهل الإيمان لأنهم يفرطون في قضايا بسيطة اجتماعية لا يرحمون من لا يرحم لا يرحم الإمام الجنيد قال قرأت هذه الآية أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون ويمنعون المعون قال قرأتها وكنت أخاف وأخشى أن تطبق علي فلم أجدها تنطبق علي لم أجدها تنطبق علي ثم قرأت بعدها صورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال فعرضت نفسي على هذه الصورة صورة المؤمنون فلم أجد فيها شيئا من نفسي لم أجد لا في صورة المعون ولا في مقدمة صورة المؤمنين فغفى غفوة فسمع هاتفا من السماء يقول له من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فقام الإمام الجنيد يبكي يبكي بكاء مرا عميقا ويقول نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أرجو الله أن يتوب علي فصار يبكي ويقول رباه 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 حتى سمعه الناس من الجيران وقالوا لقد أصبه شيء من الجنون لكن هذا الجنون أهل الإيمان حينما يبكون على خطيئتهم في الدنيا قبل أن يلقوا ربهم فاللهم يا رباه يا رباه تب علينا توبة النصوحة اللهم يا رباه يا رباه اغفر لنا جدنا وهزلنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم يا رباه يا رباه اكتبنا في عبادك المؤمن الصالحين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين